السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نقوم بتصحيح مجموعة التامارين حول الأعداد الكسرية مقارنة والترتيب ستكون لدينا سلسلة من التامارين التي هي مكونة من تلسة التامارين كيف ستحمل هذه السلسلة سنجد لكم الرابط في الوسط الممكن أن تخرجوها قبل أن ترى التصحيح من أجل الاستفادة هنا بالنسبة لمقارنة الأعداد الكسرية إذن سنعرفوا ما هو العدد الكسري الأكبر و ما هو العدد الكسري الأصغر إذن مقارنة بالفرنسية هي غونجي الأعداد الكسرية هما لفخة لفركسيون إذن سنبدأ بالتمرين الأول إذن التمرين الأول يقول أكتب العدد الكسري المناسب لكل جزء ملون ثم أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر أو أكبر أو يساوي إذن سنبدأ بالجزء الأول إذن هناك نلاحظوا بأن لدينا واحد القطعة مقصمة إلى ماذا؟ إلى أربعة أزاء 1 2 3 4 وفيها واحد الجزء ملون إذن نحن جزء الملون من هذه القطعة إذن نعمل الجزء الأزاء وبالتالي الكسر الذي سيقوم بتلنا هذه الجزء الملون سيكون ماذا؟ 2 2 4 إذن هنا بالنسبة للأعداد الكسرية العدد الذي يوجد في الأعلى كان يسميه البسط والعدد الذي يوجد في الأسفل كان يسميه أ المقام إذن سنقوم بالقطعة الثانية كذلك هي مقصمة إلى أربعة أزاء وعننا الجزء الملون لما تنطshiftهم incorporاء الخاص worthy ثلاثا المقارنة كيف يتم تطيب Uzun ، أوه الف ثلاثا ف ثلاثا ثلاثا الرهان نتخذ يحدث إذا قدرنا الجزء الملول الأكبر سيكونه الأكبر إذا كنرى بأنه هو جزء الملول أن هكبر هذا الطول سيكون تلادي 7W 3.1W 2.1W يارما نقول أنه 2W 4 عدد الملول أكبر سيكون أصغر من 3W 4 دائما نعرف مقارن عن بعض ديف burst جميعا الأكبر الدفاع الذي يكون له أكبر هو أكبر 3W 3x 2 3W 4 دائما نقوم بأكبر التمرين إذا قمشوا للتلوين الثاني. إذا قمنا قطعة مقسمة إلى أربعة أجزاء والجزء الملون هو أربعة إذن الرجل LQA4 يعني لا هو ماذا. هو أربعة على أربعة كماذا يعمل للجزء الثاني إذا كذلك كان قطعة مقسمة إلى أربعة إذن وجزء الملون هو أربعة على أربعة إذن هنا بما أنه نفس التلوين إذن هنا هما هتكون طويلا تساوي إذن دائما هذا التلوينcia سساعدنا باش كنعرفوا المقارنة ديه الأعداد الكسرية إذن أول حاجة كنتعلم بها هي هاد التلوين بعد غادي نشوف أنا محتاجين شهد تقسيمات هادو وممكن نقارنوا الأعداد الكسرية إذن غادي نمشيوا للجزء الآخر إذن عنا قطعة مقصمة إلى كام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وش حال عنا جزء الملون إذن هنا ثلاثة وهنا اثنان إذن غاية يكون الكسر دياله هو خمسة على تمانية نفس الشيء بالنسبة للقطعة الثانية مقصمة إلى ماذا؟ إلى تمان قطع ولدينا ماذا؟ أربعة أزا ملونة إذن أربعة على تمانية إذن هنا الشكل غادي يكون العدد الأكبر هو خمسة على تمانية إذن هنا ممكن نعتمده على البسط نقوله البسط خمسة أكبر من البسط أربعة أو ممكن نعتمده على التلوين إذن التلوين الأول أكبر من التلوين أتى الثاني إذن غاية نمشيوا للشكل الآخر إذن كذلك عنا قطعة مقسمة هذا المرة إلى ماذا؟ إلى خمس قطع الجزء الملون هو إثنان من خمسة الجزء الثاني بالنسبة للتلوين الثاني إثنان من خمسة إذن هنا المقارنة ممكن نعتمد على التلوينين إذن كنلاحظوا بأن التلوينين قد بعضياتهم إذن سيكون الكسر متساوي وممكن نعتمد على البسطين إذن العددين لهم نفس البسط إذن تساوي نمشي الجزء الآخر إذن عنا القطعة مقسمة واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة التلوين هي أربعة أربعة من ستة اللي هي أربعة على ستة أما الجزء الثاني واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة خمسة على ستة إذن هنا أربعة على ستة أصغر من خمسة على ستة وهكذا ع 2 م recollمنا من هذا السؤال الأول أو التمرين الأول إذنأ نمشسم الثالثة التمرين الثاني إذن أحدد بعلامات فيه كل عددين الكثيرين يصعب علي مقارنتهما إذن هنا لدينا مجموعه całlldio المقارنة شو هي المقارنة للسهلين و شو هي المقارنة الإصعابين شو هي المقارنة التي تقدر يقارنهم مباشرة إذن هنا نضع المقارنة الأولى ويسهل المقارنة كل هذا نعم لماذا يسهل المقارنتهما لأنه لهم نفس المقام اذن سبعة سبعة هذا يمشي STEVEN إذن كان لاحظ بأن المقامين مختلفين إذن هنا يصعب مقارنتهما إذن هنا المقارنة كتحتاج إلى شيء آخر إذن ما تشاهد حال التمرين الأول نشكونا هذا الشيء هو توحيد المقام اللي سنشوفه من بعد إذن هنا سنشوفه نضع على علامة سنشوفه هنا أربعة على تسعة خمسة على تسعة نلاحظ ماذا لهما نفس المقام إذن هنا يسهل مقارنتهما هنا ماذا لهما بسطين مختلفين إذن يصعب مقارنتهما إذن ماذا لهما نفس المقام يسهل مقارنتهما إذن لماذا؟ لماذا؟ لأن لنشكي الصعب لمقارنة لهذهما لأن لهم مقامين مختلفين لأن لهم مقامين مختلفين لهم مقامين مختلفين وهكذا نكون نمتهينا من التمرين الثاني إذن نمشي التمرين الثالث إذن تمرين الثالث ولاحظ المثال ثم أختزل إذن هنا لدينا المثال إذن لدينا جزء ملوان إذن مستطيل مقصم إلى ماذا لا قطع وفيه جزء ملوان وكذلك مستطيل يشبه المستطيل الأول ولكن مقصم بطريقة مختلفة وفيه جزء ملوان إذن هنا تلوين الأول يعطينا ستة من ثمانية وثلاثة من أربعة إذن هنا ستة من ثمانية تساوي ثلاثة من أربعة لماذا؟ لأن نفس التلوين كيمكل نفس التلوين كنا لاحظوا بأن هذا التلوين هذا هو نفس التلوين قد بعطيتهم إذن مما أنه قد بعطيتهم إذن سيكون الكسران متساويا ولكن هذا كيف ننتقل من ستة لثمانية وثلاثة أربعة إذن كنا لاحظوا بأن العدد المختلفين ولكن الكسران متات متساوي إذن هنا لدينا واحدة مع اللاقة باIEW أن ننتقل من الكسر الأول والكثرة الثاني كيف ننتقل من الكسر الأول والكثرة الثالث consent كيف سنتحول من ستة لثلاثة إذن كinskyckoه من العملية القسمة إذن ستة قسمات إثنان وتقرياتيا für TMic ثلاثة ثمانية قسمة إثنان وتغطينا سريع هذا العملية تسمى الاختزال كيف نختزله على عدد كسري نحاول نقلب على عدد الذي يقدر يقصم لي البسط والمقام يقصني العدد الذي يقصم لي البسط والمقام يكون متشابه اثنان تقصم ستة وثمانية اذا نقوم بالنفس العملية في البقية تلوين الاول اثنان على ستة هذا التلوين هذا يسوي هذا التلوين هو هو واحد من ثلاثة هنا متشابه وطول ننتقل من اثنان على ستة اثنان شاولناها العملية اللي سنقوم بها نقدر من الاشتراك اثنان اثنان أكثر عادد نقصمه على اثنان اثنان قسمت اثنان هنا ستة قسمة ستة قسمة اثنان سنقوم بالتلوين الاخر وماذا يمكننا إذا أتنان من ماذا؟ إثنان على أربعة التلويل الذي يليه واحد على إثنان إذا كيف ننتقل من إثنان على أربعة إلى واحد على إثنان إذا هنا تساوي مكتب الظهر نحاول أن نظهر مزيان إذا كذلك نقوم عملية القسمة إذا هنا كنا عندي جيد طريقة مثلا تلمد لديه مشكلة في عمل القسمة ممكن نغير السؤال فعلا يقول ما هو العدد الذي سنقسم على إثنان ويعطيني واحد سيطرح السؤال بالعكس ما هو العدد الذي سنضربه في واحد ويعطيني إثنان هنا غدي جي أسهال إذا شكنا ولا عدد غنضربه في واحد ويعطيني إثنان هو ماذا؟ نعم هو إثنان وبتالي غاي كل عكس ديلا غنعمل عملية القسمة إثنان قسمة إثنان هنا غنعمل أربعة قسمة إثنان غنمشي للتلويل الأخير إذا هنا واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذا خمسة على عشرة والتلويل الآخر واحد على على إثنان إذا كيفش غننتقل من خمسة على عشرة إلى واحد على إثنان غنطرح السؤال إذا واحد في كم سوف أضربه لكي أحصل على ماذا على على خمسة في خمسة إذا العكس إذا من خمسة إلى واحد أقوم بقسمة خمسة على خمسة خمسة قسمة خمسة وهنا عشرة قسمة خمسة أها إذا بهكده انتهينا من التمرين الثالث إذا نقوم الآن للتمرين الرابع إذا أقارنه بوضع الرمز المناسب أقارنه بماذا؟ بوضع الرمز المناسب إذا التمرين الرابع أقارنه بوضع الرمز المناسب إذا هنا خمسة على ستة مع واحد أستمراره بأن واحد هو أسهل العدد يمكن الغرام مقارنتهم على أعدا الكثري لماذا؟ لأن واحد يمكن أن نحل له إلى عدد كثري بطريقة سريعة مثلا واحد يمكن أن نحول له إلى خمسة على خمسة أو سبعة على سبعة أو تسعة على تسعة أو عشرة على عشرة أو ألف على ألف إذا لم يكن عندي البسط والمقام متفاويا ف إن هذا العدد الكثري يساوي واحد إذا هذا واحد سنستر في هذا منطفع أن نقارنه مع خمسة على ستة لأننا سنحاولون ببساطة إلى 6 على 6 وبالتالي سنحصل على عددين لهم نفس المقام إذن هنا لدينا 5 على 6 و 6 على 6 إذن كنلاحظوا بأن 5 على 6 ستكون أصغر بـ 6 على 6 وهي هو 1 هنشيل المقارنة التي يليها إذن هنا مقارنة بسيطة لأن ماذا لدينا نفس المقام إذن هنا كنقرن بسيطين إذن 11 كبير من 9 إذن سيكون 11 إلى 12 كبير من 9 هنشيل المقارنة الأخرى 3 على 4 2 على 4 كذلك مقارنة بسيطة لماذا لأننا هما نفس المقامين وبما أن 3 أكبر من 2 فإن 3 على 4 يكبر من 2 على 4 8 على 9 نقرن منها 1 إذن هنا سنقرنها بسهولة لأننا قلنا 1 نقرن نحوله إلى عدد كسري إذن في نظركم شونا هو هذا العدد الذي سنحوله هو 1 نعم أحسنتم 1 سنحوله إلى 9 على 9 بشي يكون لدينا عددين لهم نفس المقام إذن 8 على 9 و 9 على 9 أحسنتم من 9 على 9 وهي تساوي 1 وبهذا سننتهينا من هذا التمرين نحن نرى الآن التمرين الخامس إذن التمرين الخامس يقول أختزل متى أمكن أمكان إذا كان قد يمكن يعني مشي جيمي الأعدد الكسرية وممكن الخامس إذن إذا كان هذا العدد الكسري توضح إذا كان قدره أن نختازله سنقوم القامل بالخامس لما كان لدينا شعر يمكنه أن نختازله ونخذيه وقوم نقوم بالخامس ونخذغه عن الوضع إذن آتي ما ننتظر إلى الرئيسة يدي لي اذا هنا العدد الذي سيقسم نعم احسنت هو اثنان اذا هنا 10 مقصومة على اثنان 10 نقدر نقسمها على جوج وكذلك 12 نقدر نقسمه على جوج 10 إلى قسمته على جوج ستعطيني 5 و 12 إلى قسمته على جوج ستعطيني 6 وهذا سنكون اختازلت 10 على 12 ستعطيني 5 على 6 سننقوم بالان العدد الموى الاحدى 10 على 12 اذا هنا سنقلب على عدد الذي سنقسم 11 عليه ونقصم 12 وكذلك يقصم 12 عدد يقصم 11 ويقصم 12 هنا لا يوجد عدد يقصم 11 ويقصم 12 في نفس الوقت وبالتالي هذا يعني بأن 11 على 12 غير قابل الاختيزة نعم ما هو العدد الآخر إذن هنا العملية غير ممكنة إذن ما هو الآن 8 على 6 إذن ما هو العدد الذي يقصم 8 على 6 في نفس الوقت نعم أحسنتم هو 2 إذن هنا 8 قسمة 2 و 6 قسمة 2 إذن 8 قسمة 2 كانت تساوي 4 6 قسمة 2 ثلاثة وهكذا سنكون انتهينا متصحيح التمرين الخامس الآن سنقوم بالتمرين السادس إذن التمرين السادس كيف يقولنا أكتب الرقم الناقص إذن هنا أعطونا عدد كسري كي ساوينا واحد عدد كسري سنعرف المقام ولكن لا أعرف ما نعرف كيف نقوم بهذه العملية إذن هنا نطرح السؤال 2 نعتمد على المعروفين في هذه الكسابة هم المقامين سنرى كيف تحوث من 2 إلى 4 كيف ترجع 4 إذن هنا سنضرب في جوج كذلك سنضرب في جوج سعطيني 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 جوج سعطيني الآن العملية الموالية 5 على 6 تساوي 10 على فراغ إذن هنا نقلبه على المقام سعطيني على البسطين لأن هم المعروفين إذن 5 و 10 كيف نتقل من 5 إلى 10 إذن نطرح السؤال كيف نتقل من 5 إلى 10 في عملية الضرب إذن 5 سنضرب في جوج سعطيني 10 إذن 6 سنضرب في جوج سعطيني الجواب الذي نقلب عليه وهو إثنى إثنى عشرة إذن هنا سنعتمد على المقام المعروفين هم 3 و 9 إذن هنا كيف سننتقل من 9 إلى 3 إذن 3 سنضرب في 3 سعطيني سعود قسمة 3 سعود قسمة 3 إذن هنا كذلك سنقوم بتقسيم قسم هذه 3 ستة قسمة 3 إذن 6 ستة قسمة 3 إذن 2 آخذ ثم نتخل من السجرة التمرين السادس سيبدأ الآن التمرين السابع تمرين السابع يقول أحيط الأعداد الكسرية التي أستطيع مقارنتها ثم أرتبها تساعديا في الدفتر إذن ما هو من الأعداد التي ستكون المقارنة تلك بسيطة إذن الأعداد الذي لديه نلاحظوا نعم العدد الأول هو العدد الثاني العدد الثالث هو عندهم نفس المقام 9 9 9 إذن هنا سنقوم بترتيب الدفتر دينا إذن هنا بشكل وقت ممكن رتمونا فضل الورقة إذن هنا سنقل لك ترتيب تصاعد دينا من الأصغر الأكبر إذن نغرر رقمه مش كون هو أصغر واحد إذن هو هذا سنكتب قدامه رقم واحد ثم العدد اللي ديالي هو 7 على 9 رقم اثنان ثم أخيرا 8 على 9 وبهكده سنكون انتهينا من تصحيح التمرين السابع ما هو الآن؟ التمرين الثامن ما هو الآن؟ التمرين الثامن إذن تمرين الثامن ماذا يقول؟ ولون ما يمثله العددان تاليا على الشريطين إذن ثلاثة على ستة أقارنهما إذن هنا عنا شريط مقسم على استخصن اللون إذن شعر تخصن اللون غاللون ماذا؟ ثلاثة إذن هنا غاللون أنا بهذا القلم الجاف باش نحاول نروح الوقت وميكونش لفيديو طويل إذا نحن نستعمل الألوان أدينا إذن أنا لوونت ثلاثة من ستة إذن غالل نشي للتلوين الثاني حقسن لوون خمسة من ستة إذن غاللون خمسة ثلاثة وأربعة إذن ثلث هنا إذن هنا بالألوان الجافة غاللونه بطريقة أفضل إذن هنا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بأن هذا التلوين الثاني أكبر بتالي غير تلوين الأول لكاس الريال أصغر من التلوين الثاني إذن هنا شنو غالل نتعلمه شنو تعلمنا من هذا التمارين؟ أننا ممكن نقارن الأعدل الكسرية بالاعتماد على هذا التلوين إذن غالل ماذا؟ هنمشي للسؤال الأخير هو السؤال التاسع التمارين التاسع شنو يقول أختزل متى أمكانك ذلك؟ اختزل متى أمكانك ذلك؟ إذن هنا الاختزال إذا كان ممكن إذن هنا كما قلنا سابقا أنه ماشي أي عدد كسري يمكنه اختزاله إذن سيتم أربعة على تمانية سنحاول نحس山 مع العدد الوز Hall عندما تقصها 14 في نفس الوقت إذن ماذا هو souffرات؟ هذا هو أربعة أربعة ممكن أن نقسمه على أربعة وأكيد resort Eric ربما قليلاً External وت chính ساوي الناس ثمانية مقسمه على أربعة تساوي الناس أمادي بلاعك يقسم لتسعود نعم قالوا هم مشكلة هم أحسنتم هو 3 إذن 6 قسمة 3 9 قسمة 3 6 قسمة 3 قم تساوي 3 6 قسمة 3 تساوي 2 9 قسمة 3 تساوي 3 سأقوم بقيم 7 إلى 14 سابعة إلى 14 القسم المرش أنه هو العدد الذي سيقسم بصف المقام سأقوم بقيم 7 سابعة قسمة 7 وأربعة عشر قسمة سابعة إذن تساوي واحد على اثنان قلنا آخر اختزال عشر و اثناش على شعر نقدر نقسم نعم أحسنتم على اثنان عشر قسمة اثنان و اثنان عشر قسمة اثنان تساوي خمسة على ستة وبهكذا نكونون تهينا متصحيح هذه السلسلة نتمنى أنكم تستفيدون متصحيح تكونوا استفيدون متصحيح هذه السلسلة هذه واستنونا في السلسلة القادمة اللي قد نعملها في أقرب وقت من أجل الاستعداد إلى الموسم الدراسي الجديد إذن شكرا وإلى اللقاء